وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهتف السفير صلى حريم مساعد وزير الخارجية الأسبق سيادة السفير بعد التحية مصر تواصل الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة كيف ترى هذه الجهود بالوقوف بجانب الأشقاء هذا فضلا بالتأكيد عن الجهود الكبيرة التي تبدلها مصر لدخول المساعدات الإنسانية للتخفيف من الأزمة لا شك أن مصر لها دور محوري بيحظى بكل التخدير والاحترام سواء فيه على المصاري الإنساني أو على المصاري الخاص بالعمليات العسكرية وضرورة وقف إطلاق النار وقع الأمر أن كل المصاريين مليء بالجهود المصرية المتنوعة المصاري الإنساني طبعا بنتحدث فيه عن المساعدات التي تقدم سواء كانت غزائية أو كانت تتعلق بالوقود تتعلق بالجرعة تتعلق بالأسرة معاذجة بعض المرضى أيضا تسهيل خروج الزوج الجنسية كل ما يتم في إطار المساعدات الإنسانية سواء على المصاري الإنساني أو على المصاري الخاص بالرهائن والأسرة والمحتجزين أما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار فطبعا مصر أيضا كان لها دور محوري فيما يتعلق بالإفراج على بعض الأسرة وخاصة من النساء والأطفال عبر الهدن المتعددة التي تمت وكان لمصر أيضا دور محوري في كل منها على أساس التوصل إلى هذه الهدن والإفراج عبر مفاوضات ربما شقة وفعبة بين الأطراف المختلفة وبالتالي نجحت مصر في هذا الصدد نجاحا كبيرا فما زال هذا الأمر موضع استمرار وجهود مصرية مستمرة سواء على المصاري الإنساني كما أشرت أو على المصاري الخاص بوقف إطلاق النار أو الهدن لكن ربما نتحدث الآن عن ما يجري في مجلس الأمن حاليا فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار وأن يكون وقفا مستزاما حتى يمكن في هذه الحالة معالجة كافة الأزمات الناتجة عن العملية العسكرية سواء كان في إطار مساعدات إنسانية أو في إطار الإفراج عن ما تبقى من الرهائن والأسرع أو المسجونين سواء المعتقلين أيضا من الجانب الفلسطيني لا شك أيضا أن المصر كان لها دور محواري أيضا فيما يتعلق منذ بدء القضية بالعملات العسكرية عندما عقدت أولا مؤتمر القمة الإقليمي والدولي للسلام في القاهرة ثم مشاركتها بشكل دور فعال في مؤتمر القمة العربية الإسلامية وأعتقد ما نجتج عن هذا وذلك من آلية وزارية تقوم الآن بجولات متعددة بهدف وقف إطلاق النار أو بلورة موقف دولي لوقف إطلاق النار وأيضا التوجه نحو عقد مؤتمر دولي للسلام إذن كان هذا الأمر أعتقد كان هناك بيهود مصرية على جميع هذه المسارات وخاصة أيضا في اللقاءات التي تمت مع السيد الرئيس مع كثير من رؤساء الدول وأيضا إلى أكبار المسؤولين سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من بريطانيا أو فرنسا أو دول أوروبية عديدة أو ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ففضلا عن ما قامت به من جهد أيضا على مستوى الجمعية العامة ومستوى مجلس الأمل وما صدر عن كل منهما من قرارات إيجابية وبناءة كان لمصر دور محوري سواء في إطار هذه الجهود في الأهلية ولا تزال تستمر هذه الجهود يوما بعد يومي سيدة السفيرة صلى حليم مساعد وزير الخارجي الأسبق كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر